في محاكمة القرن وعبد الملك سلال وكذلك بقية الوزراء المتابعين في هذه القضية المعلومة الأولية التي وصلتنا لحظة انطلاق جلسة المحاكمة بدخول هذه الجلسة إلى قاعة الجلسات لبداية استعادة انطلاق الجلسة الثانية في يومها الثانية على التوالي والثالثة منذ بدء فتح ملف فساد مصانع تركيب السيارات مشاهدنا الكرام هناك فريق صحفي هناك متواجد بعين المكان خلال الدقائق واللحظات القادمة سيوافين بكل ما تتطلبه مجريات هذه القضية من خلال السؤال والجواب كالعادة لأنه اليوم ستتم السماع وتوجيه التهم مباشرة لبعض رجال الأعمال نهيك عن رجال وزراء الصناعة وكذلك الوزراء الأولين ربما سيتطر القاضي إلى سماعهم في تدخلات هكذا تتعلق بالملف لأن الأمور متشابكة متداخلة في بعض وهي تتعلق بفساد تأسس له هيئة دفاع ستكون مصاحبة لهذه الجلسة رغم أن بعض منهم أنسحبا أمس لظروف كنا تحدثنا عنها إذن لتذكير جلسة محاكمة اليوم انطلقت منذ دقائق بدخول قاضي الجلسة في انتظار أن تكشف هذه الجلسة عن حقائق جديدة عن معطيات جديدة تتعلق بهذا الملف كما تم الكشف عنه أمس من خلال الأرقام المذهلة والفلكية والأرقام التي تحدثت عنها القاضي وكانت عن طريق استنزاف الخزينة العمومية نحن في انتظار جديد وفي انتظار ذلك معي دائما في البلاطو محمد بن تفير أو المحامي الذي يصاحبني في هذه التغطية سيدي الكريم إذن انطلاق جلسة المحاكمة تعليقك في هذه اللحظات كما تبعنا منذ قليل السيد وكي الجمهورية قام بالإجراءات التنظيمية لكي تنطلق الجلسة يعني الحمد لله الآن انطلقت الجلسة هناك ان شاء الله مستجدات على مستوى هذه المحاكمة إذن المعلومة التي لدينا في هذه اللحظات لبداية ستكون برشل الأعمال بايري وهو رشل الأعمال له علاقة بهذا الملف المتعلق بفساد السيارات للإشارة فإن هناك كذلك رجال أعمال سيتوقع أن يتم الاستماع إليهم بتوجيه التهم مباشرة من قاضي الجلسة إلى هؤلاء المتهمين نتعلق الأمر ببايري وكذلك معزوز وبقية الذين لهم علاقة بالملف وبحضور دائما عبد الملك سلال وأحمد ويحيى المتيران للجدل في هذه المحاكمة باعتمارهما أول وزير أول وأسبق وسابق وغيرهم من وزراء الصناعة نتذكر مشاهدنا الكرام المعلومة المتحصل عليها اللحظة هي بداية الأشغال انطلاق الجلسة ستكون في جدو الأعمال بالمتهم بايري وكذلك حسب ما وردتنا من أنباء إذن نحن على الهواء مباشرة لمتابعة هذه التطورات سيدي الكريم سيمو حمد بن تيفور ربما تصاحبني في هذا التعليق على هذا الموضوع من الجانب القانوني كيف تتم اليوم الجلسة الثانية مقارنة بجلسة أمس نفس الإجراءات القانونية نفس الإجراءات التي قام بها القاضي الباري حيث يقوم بها اليوم في هذا المتهم الجديد له وهو بايري المتهم في قضيته لهما تركيب السيارات وفي تمويل خافي هو صاحب مجمع إيفان بالتحديد نعم يعني تمويل خافي للحملة رئاسية سابقة وكذلك لأنه ذكر اسمه في الأمور متشابكة مترابطة هذا يجيب هذا يعني أكيد يعني دوكي رئيس مهو وبالتالي سوف يسأل عن القضيتين مع بعض يعني ستدمج قضيتين مع بعض وسيسأل في القضية الأولى ألو هي تركيب السيارة وما شبه ذلك والقضية التانية في تمويله الخافي لحملة رئيس المخلوع ممكن تفسرنا واحد القضية يعني كذلك وترت النقاش حول دمج أو ضم الملفات ماذا يقصد بضم الملفات؟ يعني هنا لك بين قوصين هنا من زمن تحطوا على ضم الملفات مدم أنه ليس هنا لك حكم يعني ما قدرش نحكو على دمج الملفات مؤقتا يعني الدمج الملفات يكون حسب القانون مكافحة الفساد اللي تحدثنا عليه 0601 يقول كذا تشبهت الملفات أقول يعني من إساءة استغلال مثلا إساءة استغلال وظيفة والراشوة ستدمج هذه الملفات وسيستخلص منه حكم واحد يصدر في حق المتهم يعني في إجرائية المحاكمة يبقى كل ملف وحده ولكن في الحكم يدمجهم لا في الحكم سيدمج ولكن هذه المحامين البارحة دافعوا شكرا بهذا الموضوع قال لك لأنه يتعلق الأمر بنفس الجرائم المرتكبة طالبه بضم الملفات قبل الحكم أكيد 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 أنا ماذا تفضلت عن قلت قلت لك مدم أن هناك تشابه وتشابه في هذه الملفات فهناك دمج أقول هذه القضايا هناك عديد من المحامين طلبوا بتطبيق هذا الإجراء بالنسبة لجلسة اليوم ما هي الطريقة إجرائيا كيف تم بالسماعس يعني حين دور المتهم يسأل يرجع إلى مكانه أم أنه يضطر إلى إعادة الشخص المتهم في سؤال جديد لا يعني كما جاءت عليه الأحداث البارحة أنا اليوم لا أدري إذا كان هذا عنده دفاع أو لا أنا معنا ليس عنده والبارح قال بلي أنه تخلى عني الدفاع أنا أدري اليوم هل تأسس في حقه طرف آخر حتى المحكمة لها الحق أنه ممكن تدير محامي في صالح أكيد أكيد له كل الحرية والحق بأن يسند له دفاع من طرف الدولة الجزائرية دولة الجزائرية في حال مساعدة القضائية مساعدة في إطار مساعدة القضائية بارك الله فيك يعني في إطار مساعدة القضائية يعين له أقول محامي يدافع عنه في حال تما إذا لم يعينه ولم يتفق مع محامي أقول إجراءات كما تفضلت وأنا قلت ستكون كذلكم سؤال جواب ما بينه وبين القاضي وبين نيابه أقول هذا في حالة ما إذا تخلف عنه عدم وجود المحامي ولكن في حالة ما إذا وجد المحامي سيقوم القاضي بتلاوة تهم على المتهم أقول أو شخص التهمة ليست المات الأمام يعني ما قدرش نقول المتهم إلى غاية تبوت ذلكم الجرم على الشخص يعني أقول بكل تحفظ وبكل روح قانونية يعني أقول وبالتالي إحادة الكلمة إذا كان له دفاع إذا لم يكن له دفاع سيف يستمع له القضية بسؤال جواب كما حدث البارحة مع كلا الوزيرين نتحدث اليوم عن وجوه جديدة لأن المواطن أمس كان يطلع لرؤية شخصيات معينة كانت الأولوية في الحادث الأولوية للمشاهدة استقطبها ويحيى وسلال اليوم في رجال الأعمال من تعتقد ستكون له نسبة مشاهدة كبيرة من طرف المواقع كنا تحدثنا جانبيه المندوق عليه لأن السيد علي حداد يعني ستكون له الكثير من الأضواء اليوم في المحاكمة وإذا ما تولي اليوم إذا كان الوقت كافي لأنهم تنتهي اليوم في برنامج المحاكمة ممكن اليوم إن شاء الله يمر حتى تسلط عليه الأدواء نظير تعامله نظير تعامله القريب مع أعضاء الحكومة نظير تغلغله محيط رئيس نظير تغلغله في الحياة السياسية نظر له عدة أسباب أن تسلط عليه الأدواء بغض النظر على هذا السيد بايري وسيد معجوز وباقي الأشخاص إلى حين بالنسبة لمحاكمات اليوم هل تتوقع أنها تأخذ نفس النسق الزماني والامتداد الزماني لأنه جلسة أمس تخللتها فترتين للتوقيف واحدة في حدود العاشرة أو بعد بداية الجلسة بدقائق وكانت الواحد الأخرى في زوالا هل اليوم يمكن أن نشهد متابعة أجراء المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من المساء إذا تمت المقاطعة من طرف المحامين يعني الدفاع تاحهم لا يوجد دفاع لهؤلاء الأشخاص في هذه الحالة ممكن الأدواء تشبه البارحة بوتيرة متسريعة أنا حين جوزه ممكن عدة إطارات أقول هي اليوم سبعة عشر تحدثنا سبعة عشر ماتين أمام قابل الجزائر سبعة عشر إطارا نتحدث عن سبعة عشر إطارا في الدولة الجزائرية يعني إذا ما تمت هناك إجراءات سوف تكون وتيرة متسريعة بغض النظر على البارح بالنسبة تكلمت على الدفاع اليوم ما هو دور الدفاع إذا حضر إذا وجد إذا كان في قاعة الجلسات ما هو العمل الذي يقوم به هؤلاء المحامون في حق المتهمين ما يغفرش بلي دفاع عن حق دستوري لأي مواطن جزائري سواء كان مدنبا أو غير مدنب الدفاع لسالة إنسانية سيقوم هؤلاء ستقوم هذه الهيئة ستقوم هذه الهيئة بالضحض بالضحض هذه التهم إذا هناك حجج وبراهن تثبت مدى صحة أقوال هؤلاء الأشخاص أنا أقصد سيسي محمد سمحني على المقافعة فقط متنا لنفرج جدا لأنه في هذه اللحظات سيكون بايري في الجلسة هل دفاع إذا كان عنده دفاع لأنه قلنا أنسحب الدفاع إذا كان هذا المتهم له دفاع هل تدخل هيئة الدفاع تأتي مباشرة بعد الاستجواب أو يتخلل ذلك بعد الجلسة لا 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 بعد الاستجواب من طرفها تكون كلمة الفاصلة للدفاع بعد ما يتم الاستجواب من طرف شخص معني أو شخص تهم يجي دور الدفاع يجي دور الدفاع يسمعون القاضي القاضي قادية يسمع القاضي بطبيعة الحال يعني هناك إجراءات إجراءات لتقاضي هذه أبسط إجراءات تقاضي يقوم بأي مواطن جزي سيب محمد ولكن في موضوع آخر مثلا في الجنايات نشوفه أنه المتهم أو أنه الدفاع تجي المرافع أن تعوه في آخر الجلسة من خلال أنه يطلب طالبات وغير ذلك قبل أن تصدر نيابة أمرها أو عفوا أن يصدر قاضي جلسة الحكم أكيد أكيد اليوم كيف تتم القاضي نفس الإجراءات بالنسبة لكل قضايا سيد شريف يعني بطبيعة الحالة ليست هناك إجراءات إذن عذرا على مقاطعة مشاهدين الكرام هذه الصور الأولى التي تظهر أمامكم هي لأحمد معزوز أو رئيس أعمال أو عفوا رجل أعمال يمتل في هذه اللحظات أمام قاضي جلسة اليوم في موضوع يتعلق بمكافحة الفساد أو فساد مصانع تركيب السيارات نجدد التذكير مشاهدين الكرام هذه الصور تأتينا مباشرة من قاعة الجلسات أين يظهر أحمد معزوز المتهم في قضية كذلك تتعلق بملف صناعة أو مصانع تركيب السيارات في هذه اللحظات هي الصورة متبتة لا تظهر الأسئلة والإجابة من طرف القاضي ولكن استئناسا بهذه الصورة وحسب مقتضيات إجراء المحاكمة فإنه في انتظار سماعة تهم الموجهة إليه شخصيا وهي تتعلق بالامتيازات التي استفاد من خلالها عن طريق بعض مسؤولي وزارة الصناعة وكذلك الوزيرين الأولين السابق والأسبق في هذه القضية للتذكير مشاهدنا الكرام نحن معكم مباشرة على الهواء لمتابعة هذه التغطية المباشرة للجلسة في يومها الثاني إذن منذ قليل بدأت أشغال جلسة اليوم بحضور كل المتهمين بعد بايريج أحمد معزوز إذن بدأت ترد الإجابات من طرف المتهمين أحمد معزوز في أول إجابة عن سؤال متعلقة بقضية المستفيدين من مصانع تركيب السيارات يرد ويقول أن أحمد ويحيى هو من أقصاني من ضمن خمسة الموجهين أو المخصصين في البداية لهذا الملف المتعلق بمصانع تركيب السيارات نعيد التذكير نحن معكم على الهواء مباشرة أولى التصريحات الوردة من قاعة الجلسات والتي نتابعها عبر هذه الصور هذه الصورة المتبتة أمامكم مشاهدنا الكرام هي لأحمد معزوز أحد المتهمين في قضية فساد مصانع تركيب السيارات يرد على أسئلة القاضي في أول سؤال له حول هذا الملف قال بأن أحمد ويحيى هو الذي أقصاني من بين خمسة الذين أسندت لهم أو أعطيت لهم امتيازات مصانع تركيب السيارات نحن معكم على الهواء مباشرة في انتظار الجديد في انتظار كل التفاصيل وكل الردود التي ستأتي من رجال الأعمال وهذا بحضور المتهمين كذلك الذين لهم علاقة وهو يتعلق الأمر بعمد الملك سلال وأحمد ويحيى ووزراء الصناع الذين تم سماعهم أمس اليوم هم كذلك سيكونوا مستمعين لهذا المستجوب هذه الصورة التي تظهر أمامكم للتذكير هي لصاحب مصانع تركيب السيارات كذلك أحمد معزوز وهم متعامل اقتصادي وراجل أعمال له كثير من المصانع على تركيب السيارات على مدار العشر سنوات الأخيرة وفق دفتر الشروط الذي حدد لهذا الموضوع الذي أتير كثير من الجدل واليوم نشير إلى أنه هذه التصاريح تبقى في هذه السياق من بين الإجابات كذلك المتيرة يقول أحمد معزوز أنه أعطيت له رخصة تركيب السيارات لأنه لم يجدون من يركب الحافلات فلذلك أعطت الحكومة أو الوزير الأول هذه صفقة صفقة استراد أو عفو تركيب صانع السيارات نعيد فقط لأن المعلومات تأتي هكذا تباعا نعتدر للمشاهد الكريم ربما صيغة الإجابة أو إعطاء المعلومة ربما تكون مرتبكة لأننا نحاول أن نضمنها بسرعة ومن حل آخر سنصحح المعلومة ربما إذا شابها بعض المصطلحات التي لا ترد في إجابة المتهمة الموقوف أمامكم إذن نعطي المعلومة الأولى التي كنا ذكرناها أن أحمد معزوز صاحب بصانع تركيب الصيارات قال أن أحمد أيحيى هو الذي أقصاه من الخمسة الذين أوكلت لهم منح أو رخص استراد عفو تركيب صناعة الصيارات الجواب الأول لأحمد معزوز الذي يظهر بالصورة واضحا وهي صورة قديمة من الأرشيف بينما الصورة الدائرية هي لأحمد معزوز وهو يمتل حالا أمام قاضي جلسة الحكم بمحكمة سيد محمد قال عفوا قال كذلك معزوز أنه أعطيت له رخصة لأن لم يجد من يصنع أو يسترد الحافلات لذلك تمكنه من هذه الصفقة أو من هذه الرخصة هذه أهم النقاط الأولى التي وردت في تصريحات أحمد معزوز في انتظار بقية الأسئلة ربما التي سيوجهها القاضي إلى هذا الموقوف هذا المتهم الموقوف حالا الذي كان يقبع بسجن الحراش وهو اليوم يمتل بقية الآخرين الذين هم يتهمون في هذه القضية قضية فساد مصانع تركيب الصيارات إذن الإجابات الأولية هي آتت من أحمد معزوز الذي وجه له القاضي الأسئلة في بداية هذه الجلسة وهو حالا يرد على هذه الأسئلة التي ربما ستكشف بعض التفاصيل وتعطينا بعض الأرقام لأن المشاهد الكريم يتطلع لأرقام هذه المفزعة إذن هذه الصور كانت قبل قليل هي صور لبداية الجلسة والآن انطلقت الجلسة إذن هذه الصور هي كانت منذ قليل قبل بدء الجلسة التي كانت بحسب النداء لبايري رجل أعمال ثم لأحمد معزوز الذي نتابعه في هذه الصورة وهو يرد على أسئلة القاضي سيد بنتي فور بور أبما تناقش معي تعلق على هذه الصور قبل أن نعطي المشاهد الكريم أي معلومة أي تفصيل أي جزئية لها علاقة بهذه الجلسة إليك بنتي فور أولا نشاهد كما يشاهد الجمهور الجزائري نشاهد عدد من المحامل جدد الذين توكلوا في حق بعض المتهمين وبالتالي هناك اليوم سوف نشاهد مرافعات للأساتذة المحامل إن شاء الله أين أعرفت سيد بنتي فور بجدد؟ بلتالي هم متقدمين في المنصة أمام المتهمة نقل على الصورة هذه الجماعة نشوفه ثلاثة يعني ثلاثة محامين بالجبهة الرسمية هل لهم علاقة بمعزوز يعني حسب رأيك؟ ممكن جدا أنهم دفاع المتهم معزوز الشخص معزوز أحمد المعزوز أقول ممكن جدا بلتالي كما دارت العادة أن يتقدموا بجانب شخص المتهم إلى حين توجيههم الكلمة لدفاع عن هذا الشخص سيد نفسيا يعني متهم موقوف أمام قضي التحقيق يريد الإجابة على أسئلات القاضي يحفه بعض مجموعة من هيئة الدفاع كما نلاحظ في الصورة هما اليوم ثلاث محامين ممكن أكثر من ثلاث محامين ممكن يعطي للمتهم الموقوف ممكن يعطيه دفعة أقول دفعة بين قوسين دفعة بسيكولوجية إذن لا اسمحني فقط لأن أنت تعلق ونحن نريد أن ننقل هذه الصورة في هذه اللحظة في هذه الصورة أن القاضي طلب إفادة أحمد أيحياء الذي كان استمع إليه الآن أو أمس اليوم في هذه اللحظات بعد سؤال أكيد موجه لأحمد معزوز في القضية المعروضة ربما طلب إفادة بعد أن ذكره لأن نعطينا معلومات سابقا مشاهدنا الكرام على المباشر أن أحمد معزوز هو من قال في رده على سؤال القاضي بأن أحمد أيحياء هو الذي منعه من الرخص الموجه للخمس متعامل الآخرين لذلك كان القاضي طلب إفادة أحمد أيحياء ونحن نشاهد هذه الصور للإفادة تكون مباشرة بعد سجواب سيد أحمد معزوز هو تدخله بخصوص أن سيد أحمد أيحياء هو من كان وراء تعطيله بأن يكون من دم شركة المستفيدة من دفتر شرط في قضية تركيب سيارة إذن المعلومة الواردة إلينا نحظة حين نساهد هذه الصور إذن الصوت لا يظهر ولكن المعلومة نعطيها من خلال هذه الصورة ومن خلال ما وردنا إذن بعد أن صرح أحمد معزوز بأنه أيحياء هو الذي منعه من خمسة متعاملين طلب القاضي إفادة أحمد أيحياء ماتوا لأحمد أيحياء أمام الخشبة ليرد بصريح العبارة نافيا هذه التهمة الموجهة من الماتل أمامه على اليسار أحمد معزوز ليرد بإجابة صريحة أحمد أيحياء على القاضي بأنه ينفي إعفاء أحمد معزوز من شرط الشريك الأجنبي نعيد التذكير بهذه المعلومة الواردة منذ اللحظة وهي أن أحمد أيحياء نفى ما قاله أحمد معزوز بأنه منعه من المتعاملين أو من رخصة المتعامل الخمس ليرد أحمد أيحياء بأنه ينفي ذلك أن يكون قد أعفاء أحمد معزوز من شرط الشريك الأجنبي إليك بنتي فور أكيد هذه جراءة تغادل لدى المحكمة هنا القاضي رأى من ضرورة توجيه الأسئلة ومنادات سيد أحمد أيحياء نظيرة سيد أحمد نظيرة ما تقدم بها أقول سيد أحمد معزوز يعني واجههما بتعدي واجه القاضي أحمد أيحياء بالإتهام الموجه إلى من طرف سيد أحمد معزوز مباشرة سيد الكريم يظهر أنه ليس هناك تضامن بين الموقفين ربما حين يستدعى أي واحد وتوجه له أسئلة يلقي باللائما على زميله يريد أن يتنصل كيف تقرأ هذا الموقف؟ أكيد كل واحد يرى المخرج كذلك الباريحة نرجع دائما إلى الباريحة حيث أرد سيد عبد المالك سلال إلقاء كل لوم على وزير صناعة سابق يعني كذلك أحمد أيحياء في بعض الأحيان نرمى لوم على وزير صناعة سابق يعني هناك كما قلت وتفضلت أن هناك تضارب كبير كبير جدا بين المتهمين كل واحد يلقي باللوم على آخر يدل بين قوسين جزائقان تعيشوا دولة لمؤسسات لمؤسسات وعدالة بين قوسين مؤسسة التليفون يعني وكل شيء يمشي على حسبها وهؤلاء الوزارة هؤلاء رجال الأعمال كانت هناك المزايا المستحقة يقول المزايا غير المستحقة والرشاوي وما إلى ذلك يعني ما كانش هناك قانون يضبط هذا السوق وإلا إذا ما وصلنا إلى هذا الشيء إذن يظهر مشاهدنا الكرام أن أحمد أيحيا الماتل أمامكم في الصورة والماتل أمام قاضي جلسة اليوم ستكون له متاعب أخرى في هذا اليوم من اليوم التاني للمحاكمة بدليل أن تم سماع إفادته من طرف قاضي الجلسة بعد أن أو ألقى باللائم أحمد معزوز الموقوف على يسار أحمد أيحيا بأنه هو من أمر أو منعه من خمسة متعاملين ولكن إفادة أحمد أيحيا تشير إلى أنه ينفي تماما هذه المقولة وهذا الرب وقال أنه لا يعفي أحمد معزوز من شرط الشريكي الأجنبي نحن معكم مشاهدنا الكرام نتابع ما توفر لدينا من أنباء ومعلومات حول مسار المحاكمة في يومها التاني ولكن رغم ذلك نستأنس بهذه الصور في انتظار أن تردنا بعض الفيديوهات المتبتة المصورة التي تظهر بوضوح ذلك الجو الذي يسود قاعة الجلسة ولكن لحد الآن نتؤكد فقط أن المعلومات تردنا من عين المكان من الطاقم الصحفي والتقاني المتواجد هناك ونحن نريد أن نعطي المعلومة في حينها في وقتها نعتمد ونستأنس بهذه الصورة التي تظهر بجلاء وبوضوح أحمد أيحي ماثلا في خشبة المحكمة يستمع للقاضي يضلي بإفادته بعد أن وجه له أحمد معزوز تهمت أنه على علم وأنه أقصى من خمسة متعاملين فيما يخص مصانع تركيب السيارات ولكن إفادة أيحي تلقي باللائمة كذلك على ويرد الكرة إلى أحمد معزوز في مرماه ليقول بأنه لم يعفيه من شرط الشريك الأجنبي نحن معكم مشاهدين الكرام في هذه المتابعة المباشرة لمعجريات الجلسة التانية من جلسة المحاكمة التاريخية ومحاكمة القرن للتذكير فقط يصحبني في هذا النقاش وهذا التعليق محامي وحقوقي بنتي فور الذي له الفضل في أن يزودني بهذه المعلومات القانونية ربما هكذا حتى نضع الأمور في نصابها إليك زميلي ومراس صاحبي ومرافقي في هذه التغطية المباشرة بنتي فور تفضل شكرا جزيلا على الكلام الراقي منك العفو يعني بطبيعة الحال يعني أنك استرسلت وقلت أن طبيعة الحال أحمد أويحي ألقى باللوم على سيد أحمد معزوز في كلامه وفي اتهامه ضده يعني هنا سنرى تضارب الأخبار بينهما هناك يعني عدة معلومات جدد سوف يخرجوا في هذا الميل في الجديد نضير الكلام الذي قاله سيد أحمد معزوز يعني هناك عدة مستجدات ستظهر كذلكم اليوم وبالتالي سوف ننتظر المزيد من المستجدات إذن يبدو أن هذه المحاكمة ستستغرق وقتا أطول ربما ستكون هناك كما قلنا متاعب لكل الموقفين متاعب لأن أحمد أويحي كما جاءتنا معلومات أمس أنه تعرض لبعض الإرهاق والتعاب الشديدين مما دعا برئيس الجلسة وقاضي الجلسة بأن يطلب أو أن يعطيه فرصة إذا كان بحاجة إلى طبيب واتبعنا معكم مشاهدنا الكرام كل الكواليس التي رافقت هذه العملية عملية المحاكمة التي جرت في ظروف طبيعية ربما بعد أن وفرت لها كل الاحتياطات اللازمة أمنيا وكذلك قانونيا نعيد التذكير نحن معكم على الهواء مباشرة نتعامل فقط مع هذه الصورة التي وردتنا منذ قليل وهي على المباشر من عين الحدد ومن مكان الحدد التي رسلها أو أرسلها لنا موفذون من هناك إذن الصورات ظروف يجلاء موتوا للمتهمين أحمد أيحي على اليمين وعلى أصاره أحمد معزوز في حوار ثنائي ليس مباشرة بينهما وإنما في توجيه إلى القاضي في ردهما على أسئلة القاضي لأن البداية كانت بأحمد معزوز الذي وجه له القاضي تهمة أنه كان ضليع في هذه القضية تهمة الفساد في مصنع تركيب السيارات حسب المجمع الذي يمتلكه أحمد معزوز ولكن حين هذا الرد تطلب الأمر أنه حسب القوانين وحسب مجريات ومقتضيات المحاكمة العالمية الحضورية التي تتم شاهدين الكرام رفقتنا برفقة هذه المتابعة الإعلامية وكذلك بحضور المواطنين المتواجدين في الصفوف الخلفية للصورة ولكن في المقدمة يظهر أحمد أيحي على اليمين بهذه السطرة المعتادة المتيرة للجدل ورفقته أحمد معزوز الذي يظهر متأطئ الرأس بعد أو يظهر متأطئ الرأس بعد إفادته أو بعد جوابه على سؤال القاضي الذي يتعلق بأنه كان استفاد ضمن خمسة الذين كانوا في مصانع تركيب السيارات ولكن إفادة أحمد أيحي للقاضي تشير إلى أنه لم يكن بإعفائه أو لم يعفي أحمد معزوز من شرط الشريك الأجنبي وفق ما يقتضيه دفتر الشروط المؤسس لهذه القضية والتي اليوم هي محل متبع من طرف العدالة في هذه الجلسات التي أنطلقت منذ الأثنين تأجلت إلى الأربعات ثم نحن اليوم معكم على المباشر لمتابعة مجريات اليوم الثاني من هذه الفصول الجلسات التي ربما ستطول أو تقصر نسنا ندري ولكن الحقوق هو الذي له حق الإجابة في هذا الموضوع تفضل بنت فور يعني كنت سبقا أنه في هذه المحاكمات إذا ما تمت هناك يعني أخذ ورد ما بين تكون محاكمة صامتة وأخذ ورد ما بين المتهم في حديداته والقاضي والنيابة ستكون إجراءات يعني سريعة سريعة جدا ولكن في حالة ما إذا كان هناك كلام من طرف المتهم في حديداته ودفاعه في حديداته أقول ستطول ستطول هذه المحاكمات وتأخذ وقتا كبيرا إذن شكرا لك مرافقي في هذه التغطية المباشرة للإشارة فقط مشاهدين الكرام نحن معكم على المباشر لضمان التغطية في يومها الثاني من زلسة المحاكمة التاريخية ومحاكمة القرن نستأنس بهذه الصور وكذلك بالمعطيات والبعلومات المتوفرة لدينا من عين المكان حيث في إجابة لأحمد أويحيا عن سؤال آخر يتعلق بهذا الموضوع قال بأن الامتياز أو الإعفاءات الجمهورية كانت دائما المشجب لأحمد أويحيا هي تتم عبر المجلس الوطني لاستثمار الذي حسب أويحيا هو الذي قدم هذه الإعفاءات والتي تتم وفقه حسب تصريع أحمد أويحيا بالإجماع نعيد التذكير بهذه المعلومة أن أحمد أويحيا قال أن الإعفاءات الجمهورية التي صدرت أو أعطيت لهذه المزايا لصالح المستطميرين في هذا المجال قال تم على مستوى المجلس الوطني لاستثمار الذي أنشئ لهذا الغرض وأغراض اقتصادية أخرى وقال أن الأمر تطلب أن يتخذ القرار بالإجماع وليس من طريق المعلومات الواردة إلينا من خلال زمل أنا من هناك ويتعلق الأمر عفوا بأحمد معزوز الذي ترجمة نانسي قنقر مجلس الوطني لاستثمار للإشارة أن هذا المجلس تم إنشأه بقانون يسمح بتنظيم الصفقات العمومية التي تكون في هذا المجال من بينها مصانع تركيب السيارات والتي لقت هذه الأسئلة الكبيرة والمتكررة من طرف المشاهد والتي يحاول اليوم أن يطلع عليها من خلال هذه الإفرادة ولكن اسمحولي فقط بهذا الفاصل القصير فتكرموا بالبقاء معنا سنعود بعد قليل خمسة أسباب ماذا يجب استعمال شابوناب سنعود من خمسة أسباب ساحة أسباب روح و ه CHAR feliz